السلام عليكم كديري لبس عليكم تمنى تكونوا باخر ان شاء الله مرحبا بكم معي في مطبخوخة ام ملاك دائما في تحضيرات الرمضانية اليوم نحضر الشبكية على حقها وطريقة معلكة بوحة طريقة سهلة وبمقادر مضبوطة تمنى ان شاء الله تبعوا معي الفيديو وتعجبكم طريقتي وتديروا بها ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونشو نشوف طريقة تحضير في المقادر واحد الكاز زين اللوز مطحون مزيان كاز زنجلان متحون مزيان مصهدين من طبيعة الحال واحد الكاز مخلط ما بين زيت النباتية والزيت البلدية واحد كاز لاروب ماء فيه صفران الحر اللي عندكم داماز تعملوها لمد زفران واحد كاز لاروب ماء الزهر كاز زبدة حضر بعض المعالق ديول الخل ملعقة نافع واحد ملعقة ديال حبة حلاوة واحد صفار ديال بيضة كيلو دقيق وخمارة واحدة هدا هما المقادر اللي عندنا نديروا دقيق بعد ما غربنا ونخليه على جانب ونخلطوا هذيك المكونات كاملة بالميكسور او في خلط الكهربائي نديروا كاز الزيت كاز الزبدة اللوز زنجلان كل شي المقادر الخل كل شي المقادر اللي قلنا نديروها وغر نخلطوها مزيان هالطريقة كتجالبنات عملية وزوينة وبلما نحتاجون بس بس دقيق كما كتشوفوا معايا غنخلطوهم مزيان الخلط كنسة جملينا بهالطريقة وهو اللي كانع جنوبي سوف نديروا هذيك خمارة دقيق واحد قبزت الملح سوف نبدون عجنو العجينة دينا كما كتشوفوا معايا ندخلو بشوية بشوية ندخلو في ذك الخلط اللي جمعنا كما كنا عارفو عجينة شبكية لكتكون شدة فرازة ما كتكونش متلوقة سوف ندخلو معايا بشوية بشوية اللي بغيتوا تدروها طريقة في العجنة ديروها انا كنفضل ايدية لانك كتتحكمي بطريقة لجينو بنسبة لطقيق حتى هو كتعرفيش حال خاصه سوف انا غنزيد واحد نصف كس ديال الماء الماء لحسب الحاجة المهم لجينة تكون شدة فرازة ما تكونش متلوقة هذا هو المهم باش متعدبناش فاش نبغيو نشبكوها نخدمو بيها ما تجينا الصعيبة لانا لكن مطلوقة غاتبقى تشدلينا وغتعدبنا سافي كما كتشوفوا معايا هالا جينا تقربة رازت نصف كس ديال الماء سافي سافي كتشوفوا معايا مدلكتها موالو غي جمعتها قطعتها على 4 الكوريات وغطيتها بالاليمونتا وصافي وخليتها حتى تسترحت واحد شوي سافي ودا بغن نسرحها ونضلها كيف المسمنا نتنيها الطرف على هالطرف باش كتجينا هالطريقة باش كتجينا هالطريقة باش كتجينا مش عابة شباكية وش عابة العسل راكت تعطينا الطوع شوفوا العجينة راكت وليدها بس سائلة خاصنا غنعطوها الوقت بلا ما نتعدوه معايا نرقا ونضلكوا فيها كنطوعها على شكل مسمنا كما كتشوفوا معايا ده بغن ناخدو الكورة الثانية وندونها نفس العملية نطوعها على شكل مسمنا وكن نرجع الطرف الاخر على الجهة الاخرى كما كتشوفوا معايا را طريقة واضحة سوف يغندقو هكا تنشكلوا هذو الكوريات كامل اللي عنا بنفس الطريقة ههي ندروا البلاستيك ما نحطوهاش يضرب هالبردو لشي حاشا غا تقصح لنا كما كنعرفه شيء دائما البلاستيك حدانا الطرف اللي شاطلينا ندروا في البلاستيك انا هكا كنختم باش تالعجينة ما كتعدبنياش دائما 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 عادنا نرجع نخدم بيها كما كتشوفوا معايا سوفي من بعد ما اعطتنا الطوع العجينة ديانا وتستراحت سوفي كنناخدو طريف من هذيك العجينة ديانا وكن قطعوه على اربعة الاطراف سوفي هدو كندرهم في البلاستيك وكنخليوهم دائما البلاستيك حدانا باش تعجينا ما تقصحش لنا وجينا صعبة في الخدمة سوف يمكن مدون مورقو فيها كما كتشوفوا معايا انا غا نستعمل الالة انتوما لما كانتش عندكم استعملوا غير المدلك غاية الالة ركت سهل علينا سوفي كنحاول نحيدودك الزوائد نقاحي دوم بجرارة انا كنخدم غيب بتريف بتريف لانا عندي ولدي صغير كنخافو يغوت ولا شي حاجة وكن ما غا نمشي عندو ما كان بغيش نقطر العجينة كندير القياس اللي غنخدم به سوفي وكن نبدو نشبكو فيها كما كتشوفوا معايا هندل معاكم واحدة بشوية باش شوفوا الطريقة كده يا رمزين كنقطعوا ربعات لانا ربعات الفتحات كنهزوا واحدة ونحطوا واحدة وكنلاقوا دوك لجوانب المعاكسة سوفي وكنحاولوا نفتحوا بجرارة على شكل وريضة وكنجمعوا هدوك الجنب لا كان عدنا الزائد كنقطعوه من الطريقة سهلة سوفي نفتحوا الثانية كنديروا ربعات الفتحات كنهزوا واحدة ونحطوا واحدة وكلاقوا دوك الجنب دو الجهات المعاكسة سوفي كنديروا شارط طويل هيكا كنمرقوا بالمدلك كنعودوا بالوراقة وشنخدموه هذا رغي خرجنا بزيف دائما نحسبوه اربعة والخامسة قطع اربعة والخامسة كنقطع سوف تشوفوا معي الطريقة رواضحة في الفيديو سوف تشوفوا طريقة جيدة كنظرنا رواضحة ومفهمومة وسهلة دوك الجنب لابن نرى زيدة في ومنا جينا نرى القطعون تمنى تكونوا ان شاء الله فهمتوا في الطريقة مزيد سوفي من بعد مشكلنا شباكية ديادنا كاملة ربح على خرجات الجوج طاوات من هذا وهذا البلاتو سوف اذا بغى امشون وصخرنا دو المقلع ومدورو في الزيت من طبعه الحال سوفي وانبدا ننقليو فيها انا شباكية نرميها على وجهها باش تبقى لنا ديك تشبيكة ديالها مقادة سوفي وانديرو قطيب وانبقى ونشوفوا ليس حمرات شوية كنقلبوها كيش بغى البوطعة اللعافية شكون مهيلة في اللي ولكه شكون مشهدة من بعد ما كيش خلينا الزيتم مزيان سوفي وكنحسوا بيها بدات كتشد راسا سوفي سننقصوا البوطعة مهيلة وكنخلي واسا تشدك اللون الذهابي لكن شو واحد معاون كومره مزيان يدليكم بحلقة بلاسل واحدة تقابل بحلقة المقلع وواحد ديقاء بلاسل سوفي من بعد ما تحمرت لنا لتنصفوها من ذاك الزيت مزيان هاداك الاسل ما نديروه في الزيت نخليه واحدة تصفوها مزيان من ذاك الزيت هاداك الاسل نحن نقلل بحلقة مزيان من ذاك الزيت المعلقة ونقلل بحلقة مزيان من ذاك الزيت المعلقة ونضر فوق من هالاسل الاسل انا دفيتوري واحد شوية باش يشد فيها ما خليتوش عاقد صاف نخليوها في الاسل علين ما وجدنا المقلة الثانية بلا طابس وكنحيدو هادي باش ندورو المقلة الثانية في العسل صاف راح نحيدو هادي صافي من بعد موجدنا الشبكي ديان نارا جد ممكن تشوفوا معي راجد زوينة الطريقة ساهلة وواضحة سوف يبقى غز النجلان ولا اللوز اللي يبغى اللي كيف يفضل شي حاجة يديرها هي كتبقى غز النجلان هي الأحسن وهذا الشكل يعني النهائي ركت جيم جعبة شارب العسل كما كتشوفوا معايا هي شيشة شارب العسل أنا ما كان دي لازن جلان حتى كنبغير التبقى في البواطة وتنبقى كل طبخة كدي لازن جلان بعدها شوفوا كيف جيت رام جعبة من الداخل يلا نخليكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة محب آموا محب آموا معنى